بعد المباراة مبارح بعد المباراة مبارح كان فيه لقطات كتير لكن عايز أقف قدام لقطة مهمة جدا علشان تعرف لعبتي النادي الأهلي اللعيب اللي دايماً بلعب على البطولة اللي قاعد في الأرض ده ده الكابتن وليد سليمان واحد من كباتن النادي الأهلي وليد سليمان دخل في بكاء شديد بعد المباراة رجل بينهي حياته أو دي المباراة الأخيرة ليه في دور الأبطال كان بيتمنى أنه يحصل على بطولة ويكون أفضل ختام لمسيرة وليد سليمان الصورة دي وليد سليمان بيبكي بعد المباراة تخيل وليد سليمان تاريخه إيه في البطولات الأفريقية وليد سليمان وحنا بنتكلم واحد بيبكي وهو عنده أربع بطولات أفريقية عنده تلاتة سوبر أفريقي عنده بطولة كونفدرالية عنده اثنين كاس عالم برونزية كاس العالم يعني واحد بيبكي وهو عنده أربع بطولات أفريقية تلاتة سوبر أفريقي وعنده اثنين كاس عالم برونزية كاس عالم وعنده بطولة كونفدرالية تاريخ وليد سليمان اللي أنا بتكلم عليه بيعدي أندية كتير بيعدي أندية كتير في قرية أفريقيا وبيبكي وزعلان علشان نفسه يحقق البطولة الخامسة والبطولة التالتة على التوالي هي دي الروح لعبة النادي الأهلي ودي رسالة لللعبة بتاعتنا اللي صعدة لتطالع عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إزاي تتربع على البطولة إزاي حتى لو كانت الظروف ضدك إزاي برضو حتى يكون زعلان وأنا بخسر أن اللاعب جوة النادي الأهلي بتعود دايما على كل البطولات